اشتركوا في القناة مع الاصدقاء ولو بتشوفوا في القناة الاول مرة بقدم عليها مجموعة متنوعة من الوصفات والحلويات وكمان اهم الاخبار المتدولة على السوشيال ميديا قدمنا مع بعض قبل كده على القناة مجموعة متنوعة من حلويات المولد اتمنى اتشوفوهم باذن اللي اعتعجبكم عسين بعض الحضراتكم باذن الله في اول تعليق يلا بنا على طول نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى ونشوف ما ادي وصفتنا في البداية هنشوف عجينة المعجنات وبعد كده هنشوف طريقة التشكيل هحتاج نص كوباية من المياه الدافية هضيف عليها كمان كوباية من اللبن الدافي ضفنا اللبن والمياه على بعض بالشكل ده هحتاج كمان مؤضف بطين اضفتنا لبعد كده هحط رشا من الملح وكمان هضيف دلوقتي معلقة من الخمير وكمان ضفت هنا معلقة من السكر هقلب المكونات دي كلها مع بعضها يبقى ضفنا نص كوباية من المياه كوباية من اللبن مؤضف بطين شوية من الملح معلقة من السكر ومعلقة من الخميرة وخلطت المكونات كلها بالشكل ده بعد كده هتدي اضيف الدقيق وده بتاعي حضيفه بالتدريق وده طبعا يرجع لحسب نوع الدقيق لبتستخدميه حضيف الدقيق بالتدريق لحد ما كون عجينة متماسكة شوية بالشكل اللي حنشوفه دلوقتي قدي هنا لميت العجين بالشكل ده والعجينة متماسكت معانا حضيف دلوقتي مقدار 80 جرام من الزبدة حبتدي هنا الزبدة بتاعتنا لازم تكون طالعة من التلاجة ولينا بالشكل ده ممكن تستبدلي الزبدة بسناء اللينا بالشكل بتاعنا قطعت الزبدة وحطتها على العجين زي ما احنا شايفين وحنبتدي بقى هنا نخلي العجين كله يشرب كل كمية الزبدة اللي حطناها زي ما احنا شايفين حاطينا 80 جرام من الزبدة وعجلناهم مع العجين بالشكل ده وخلاص كده عجلنا بقى جاهز حققت العجين وحسيبه يختمب وتبعد ما يختم وقاتي عجلنا بعد مختمر حنشوف دلوقتي حنشكله ازاي بعد المعجنات بتاعتنا مختمرت دلوقتي حنبتدي نشكلها مع بعض واخدت الجزء من العجين وحبتدي قطعها لحسب الحجم اللينا محتاجه انا محتاجة المعجنات بتاعتي او الفطايف بتاعتي بالحجم اللي احنا شايفينه مع بعض دلوقتي حبتدي قطع كل الكمية الموجودة معايا بنفس الحجم زي ما احنا شايفين قطعت بنفس الحجم ده ولو حابة تزغري هنا الفطايف شوية طبعا نبايرك على حضرتك بعد كده هنا حنبتدي بقى ناخد واحدة واحدة وحنفتها بالطريقة اللي حنشوفها دلوقتي في البداية حبتدي حفتها على شكل دايبه وبعد كده حنشكلها دلوقتي مع بعض زي ما حنشوف فبتاه زي ما احنا شايفينه على شكل دايبه بالشكل ده وهو ده السمك اللي انا محتاجه لو عندك بها بواسطة خلة او بواسطة هي لو عندك بواسطة خلة او بواسطة الشوبستيكس بش طريقة ديت حنبتدي هنا نعمل فيها خطوط بنفس الطريقة بحطها في دقيقة عشان تعلم معاها عملت في الجنب وبعد كده هقلبها وحعمل في الجنب التالي اي حشوات موجودة عنك في التلاجة بقى لو عندك بواقي لحمة وبواقي فرق عايزة تحشيها جبنة اي حشوات انت حباها اعمليها انا كان عندي كمية من اللحمة المفرومة هنا بالشكل ده بقيت جلاش فبتديت هنا احشي بيها الفطاية بتاعتنا بنفس الشكل هحط شوية من اللحمة المفرومة بنفس الطريقة وبعد كده هبتدي اقفلها من الجوانب بنفس الشكل ده وحنقفلها دلوقتي بالطريقة اللي احنا هنشوفها هجيب دلوقتي شوية من المية وحبتدي هنا ادوك بس احط نقطة من المية هنا وحبتدي ألزقهم في بعض ومن تحت كمان نقطة من المية بسيطة جدا وحنبتدي ألزقهم ببعض وحنعمل لها الشكل بالشكل ده زي ما احنا شايفين عملنا الشكل الشكل الجميل بالشكل ده وخلاص كده الفطاية شكلها جميل جدا بالشكل اللي عملنا مع بعض حفض معاكم واحدة ولا اتنين كمان وحنشوف طريقة فردها قدي ايه سحل عملتها على شكل دايرة في البداية زي ما احنا شايفين وهو ده السمك اللي انا محتاجي وبوصت هنا الشوب السيكس بالطريقة دية هنبتدي هنا نضغط عليها وحطها في دقيقة عشان تعلم فيها وهقلبها على الجنب الثاني وهنا هعمل فيها خطوط بنفس الخطوط وبنفس الحشو بتاعنا اللي هو بوائي لحمة المفهومة اللي موجودة عندنا في التلاجة طلحتها وسخنتها وطبعا هنا ستتها لحد ما برت هبتدي هنا احطها في المعجنات بتاعتنا وهنا هنبتدي نقفل الجوانب بنفس الطريقة وحط نقطة من المياه وحنقفلها بالشكل اللي حنشوف حطيت بس نقطة صغيرة من المياه وابتديت اقفلها بالشكل دا ومن تحت كمان نقطة من المياه وحنتدي نقفلها ممكن تستخدم المياه ممكن تستخدمه بياض البيت اي حاجة موجودة عندك ممكن تستخدميه اهم حاجة ان هما يثبتوا مع بعض بالشكل دا وخلاص كده خلاصنا تاني واحد فطيف سهلة جدا شكلنا الطريقة جميلة وبالاضافة كمان ان شكلها مختلف عن الفطيف التقليلية بتاعنا عملت تكمية من الفطيف بتاعيتنا من نفس الشكل ده زي ما احنا شايفين شكلها جميل جدا حبتدي بقى اخد الفطيف بتاعيتنا وارصها على صونية الفرن ادي فطيرنا وحطيناها على صونية الفرن حسبها كمان ربع ساعة امد لو انا سبتها ربع ساعة اخطمرت مرة تانية وفي النهاية جبت هنا مقدار بيضاء وعليها معلقة من اللبن وعليها كمان معلقة من اللبن البودر وده عند وشه وبعد كده حطتها في الفرن وطبعا هنا قبل ما نحطها في الفرن لازم نكون مولعين الفرن قبلها بعشر دقائق وقادي فطيرنا زي ما احنا شايفين شكلها مميز وجميل جدا بالإضافة كمان ان العجينة بتاعتها عجينة ممتازة بجد من أحلى الوصفات اللي ممكن تجربوها للضيوفك وللأطولادك للمدرسة وكمان هنا وجبات غدا بجد جميلة جدا جرببوها وبإذن الله هتعجبكم زي ما احنا شايفين شكلها مميز أتمنى وصفتنا تكون عجبتكم هاحتاج هنا دلوقتي زي ما احنا شايفين شوية مية صغيرين حوالي بابعة كوباية ضفت عليهم معلقة من عسل النحل وكمان هنا هاحتاج دلوقتي هاحتاج كمان شوية من السمسم وقادي عجلنا بعد مختامة حنشوف دلوقتي حنشكله ازاي هاحتاج كمان زي ما قلت شوية من العسل على المية وهاحتاج كمان كمية من السمسم بعد كده ه هبتدى اضعها كده بالشكل بتاعنا ده وبعد كده هبتدى اضعها بشكل طولي اضعتها بشكل طولي بالشكل بتاعنا ده وبعد كده هيخد واحدة واحدة بقى وهبتدى هنا ألفها بالشكل بتاعنا زي ما احنا شايفين لو حسيتين واحدة كبيرة شوية اطعي منها حد عشان طبعا بالعين المجردة حاولت ان كل هنا الاشكال بتاعتي تكون نفس الحج زي ما احنا شايفين حبتدي اهنا قلم كل العجين الموجود معانا او كل العجين اللي اطعناه بنفس الشكل ده وزي ما بقولكم لو حسيتين في واحدة كبيرة شوية ممكن هنا اطعي منها حد وكمان هنا معجناتنا ممكن تحشيها باي حشوات عندك ممكن تحشيها جبنة البيتزا او ممكن تحشيها مربك تبقى جميلة جدا للاطفال زي ما احنا شايفين شكلت شوية من المعجنات بتاعاتنا بنفس الشكل وحاولت ان هو كل الاحجام تكون قريبة من بعضها هاخد شوية منهم وحطهم في العسل وبعد كده هنزلهم في السمسم زي ما احنا شايفين هاخد كم واحدة منهم وحطهم في العسل وبعد كده هنزلهم في السمسم وهنا انا بعمل الخطوة دي عشان هنا السمسم يثبت على المعجنات وما يطلعش منها بعد ما تستوي بعد ما عملت بسيمسم سأجب صنية الفرن وصنية الفرن أو الصنية بتاعتك ألمونيو ادهينيها بالسمن أو جزيد قبل ما تحطي فيها المعجنات ولكن لو الصنية تفال حطي فيها على طول ما تقلقش سأجب هنا أول شوية حملتهم بسيمسم وحطهم فوضع مائل في الصنية بتاعتنا سأجب هنا ميلين في الصنية بالشكل ده وهنا حطي هنا في نص الصنية حوالي 9 وحدات بالشكل الجميل زي ما احنا شايفين حطيت هنا 9 وحدات في نص الصنية بعد كده كل مع كل هنا واحدة تانية مع كل صف تانية حقل الواحدة دلوقتي هحط 8 ولكن التمنية اللي هحطهم بعد كده هبتدي هنا زي ما احنا شايفين حطتهم سادة مع لهمش سيمسم الصف اللي بعد كده هحط 7 وال7 اللي هحطهم بعد كده حطهم ميلين واحاول احط هنا كل الصف الجديدة احطه ما بين كل اتنين زي ما احنا شايفين حطته ما بين كل اتنين محطوطين قبل كده زي ما احنا شايفين عملت هنا سبعة وسبعة اللي بعد كده حطتهم بسمسم بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه بعد كده حط ستة والستة بتوعنا زي ما احنا شايفين حطتهم سادة حطت حطيت اول صف وبعد كده حطيت حطت تاني صف اتمنى لو وصفة النهار ده عجبتكم اتمنى بتنسوش تدعمونا بالشير مع حبيبكم واتمنى بتنسوناش باللايك زي ما احنا شايفين حطة ستة بالشكل الجميل ده بالشكل بتاعنا وبعد كده في اخر صفحة حط خمسة والخمسة بتوعنا حطهم بالسمسم ادي هنا حطت ستة وحدات بعد كده اخر صفحة حنشوفه دلوقتي وهحطه هنا بالسمسم وهحط هنا حوالي خمس وحدات يبقى بدأنا في الصفحة اللي في النص بتسعى وبعد كده حننتهي الصفوف بتاعتنا بخمسة لو انت حابة طبعا تده يزودي كمية شوية ممكن تزودي على حسب الصينية الموجودة عندك هنا هحط خمسة وحطت اول صف بعد كده هحط تاني صفحححححط فيه خمسة واتي تاني صفحكده هحط فيه خمسة بالشكل بتاعنا والخمسة الاخر هحطتهم هحطهم هنا بالسمسم بنفس الشكل بعد كده بعد ما هحخلص بقى الصفوف بتوعنا بنفس الطريقة كده اللي هنشوفها دلوقتي هحسيب المعاجنات بتاعتنا نصف ساعة تختام المرة تاني والخطوة دي مهمة جدا عشان تديك نتيجة ممتازة في عمل المعاجنات والمعاجنات بتاعته يطلع حشة وخفيفة ادي اخف صف كملتوا بالشكل بتاعنا ده وهحط المعاجنات بتاعتنا فيه اخف صف واخف وحدة حطتها فيه خليط العسل والمية وبعد كده نزلتها في السمسم وخلاص كده خلصنا المعاجنات بتاعتنا وزي ما بقول لكم الخطوة المهمة سيبيها نصف ساعة تختام المرة تانية بتديك نتيجة كويسة بعد كده جبت هنا مقدار بيضة عليها معلقتين من اللبن عليها معلقة من اللبن المجفف وهنا قلبتهم كويس بالشكل بتاعنا ده وهتدي اتهم بيها وش المعاجنات بتاعتنا بالشكل اللي هنشوف زي ما احنا شايفين هنا دهنت الوش هنا من كل ناحية من المعاجنات بتاعتنا وقبل ما هحطها في الفرن لازم انكون مولعة الفرن قبليها بعشر دقايق خلاص كده معاجناتنا جاهزة هحطها في الفرن ومش هتاخد سوى كتير في الفرن زي ما احنا شايفين ايه ممكن تطلعيها باللون ده ولكن لو حب تحمريها شوية ممكن تحمريها زي ما انا عملتها بالشكل بتاعنا ده حمرتها شوية بالشكل الجميل اللي احنا شايفين وطلعت معاجناتنا من الفرن وبعد ما طلعتها وهي لسه سخنة دهنت والشاهب الزبدة بالشكل الجميل اللي احنا شايفين المعجنات دي بقى ممكن تحشيها هنا بالمربع ممكن تحشيها بجبنة البتزا ممكن تحشيها بأي حشوات موجودة عندك العجينة طرية وجميلة جدا وجربيها في أنواع معجنات كتيرة بإذن الله هتعجبك جدا وان زي ما احنا شايفين لو نلاحظ طبعا إن العجينة بتاعتنا طرية بالإضافة كمان إن أولادك هيحبوها سواء عملتها سادة أو حشتيها بالجبنة بعد كده أو سواء حطتي فيها أي حشوات وبكده نكون خلصنا وصفات المعجنات بتاعتنا عملنا صنفين المعجنات بعجينة وحدة وزي ما احنا شايفين مع بعض النتيجة جاملة جدا هتعملي بقى النوع المحشي هتعملي سندوتشات لأطفالك للمدرسة ممكن تعمليه وجبات للعاشة هو كمان من ضمن أصناف الغدى هيعجب جدا بإذن الله أما عن صنف الحلويات هسيبوا حضباتكم في أول تعليق ما حبيش أطول عليكم الفيديو أطول من كده هسيب إن شاء الله صنف الحلويات بتاعنا ده في أول تعليق أي فكهة موجودة عندك منكم تستخدمي فيها أتمنى وصفاتنا تكون عجبتكم وأتمنى تنسوش لدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة واستنونا بإذن الله في وصفات جديدة والسلام عليكم